بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق ولسه مكملين مع القصص القرآني ولسه مع قصة سيدنا نوح النهاردة هنأخذ آيات قصة سيدنا نوح في صورة القمر تعالوا بنا نقرأ هذه الآيات يقول مولانا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم هذه الآيات الكريمات البينات الواضحات جاءت في صورة القمر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر في صورة القمر هتجد إن ربنا سبحانه وتعالى بيقص القصص على سدن النبي صلى الله عليه وسلم جاب قوم نوح وبعدين جاب قوم عاد وبعدين جاب قوم ثمود وبعدين جاب قوم لوط وأصحاب الأيكة وبيقص على سدن النبي وفي آخر الصورة خالص بقول له إيه إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر بيقول لسدن النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي بيحصل ده كل بقدر الله وكل ما يجري في هذا الكون يعني سبق في علم الله الأزلي أنه سيحدث لإن ربنا قال اقتربت الساعة وانشق القمر لإن ربنا يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه كل اللي موجود في القرآن مكتوب في علم الله الأزلي لأن القرآن قديم بقدم الله طيب هنا في الآيات كذبت قبلهم قوم نوح يعني قبل أمة سيدنا النبي قوم نوح كذبوا بسيدنا نوح وبعدين اتهموا سيدنا نوح اتهمين قالوا عليه أنه مجنون وآلوا أنه زاجر عن دعوى النبوة الكلام اللي بقوله ده بش كلام صحيح لما اتهموا نوح بالجنون حتى زوجته قالت عليه مجنون وأنه لا يدعو بدعوى النبوة وإن لو هو نبي كان دعا كبراء القوم وعلية القوم كانش يدعو الأسفلين والأرذلين فسيدنا نوح لما اتهموا بهذا الاتهم دعا ربه وإحنا قلنا في صورة الصفات ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون استغاث بنا فأغثناه لجأ إلينا فنجيناه اللي بيلجأ لربنا ربنا سبحانه وتعالى بيبقى معاه فسيدنا نوح دعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر يا سلام على الدعوة دي لما يدعو بها مظلوم على ظالم لوح ظلمك قل كده رب إني مغلوب فانتصر قل بس الدعوة دي وقلها بيقين فربنا سبحانه وتعالى ربنا يبدل الحال من حال إلى حال لأنك رفعت شكواك إلى الملك وما ربك بظلام للعبيد